الصداقة ومفهوم الصداقة عند الراجل وعند الست لسه معانا الدكتور سامح نصر دين استشاري العلاقات الأسرية بص يا دكتور سامح النهار ده أنا مش هسيبك غير لما نفهم بجد يعني نتعامل ازاي في حياتنا خلي بالك صحبتي دي بتبقى أقرب ليا من أمي من إخواتي من زميلي في الشغل بتبقى هي القريبة بفرح بجر أكلمها بأزعل بجر أكلمها أعداتي معظمها معاها فدي لو مش صح هتبقى حياتي كلها مسصح مش بس صحبتي طيب إحنا اتكلمنا في الأول حلقة عن المعايير وقلنا خلاص المعايير المظبوطة إن إزاي أختار الصحبة الصح أو إزاي تختار انت كراجل صحبك صحب طيب اختارت تمام عدنا أول مرحلة الحمد لله عدنا أول مرحلة بنجاح طيب هعمل إيه بقى مفروض أقول إيه وما أقولش إيه وإزاي هل استنى بقى ده المهم بقى خليكم معي إزاي لإن أنا ممكن أبوض صحبتي يعني أنا بنفسي اللي أخرب العلاقة الصداقة الحلوة دي إيه الحاجات الصح اللي أعملها وإيه اللي ما عملهاش يا دكتور سابح الله ينور عليك كده بقى أنا يا حلوة أول حلقة دي بس كده بس إحنا اخترنا على رأيك خلاص كده احنا اخترنا صح والدنيا تمام والمعايير مظبوطة نبدأ بقى إن إحنا نشوف طب أنا وصحبي أو أنا وصحبتي هعمل إيه بالذات إيه الرجال أو ستاتة يا مش تفرق خلاص لأن الصداقة واحدة بس إنتي قلت حلوة إن أنا النهار ده الصديق بتاعي ده أو الصاحب ده هو كده كده اللي تقريبا بيبقى ساعات في أوقات كتيرة أكتر من الأب والأم والأخ والزوج أو الزوجة أو أي إن كان أهم شخصية لأن إنت بتقعد معي الوقت كله لـ 24 ساعة بتوعك دول إنت بتقعد منهم مثلا 7-18 مع صاحبك صحب والباقي بقى إن أم وشغله وحياه بتاع فبالتالي أنا النهار ده بقى لازم أمسك لساني شوية أي يعني خلينا نقولها بالبلد آه لأ نتكلم عادي آه آه فلازم أمسك لساني شوية مش كل حاجة تتحكي لصاحبك أو لصاحبتك يعني مش كل حاجة دايما أخليني عامل لنفسي فريم كده من برة الفريم ده هحكي فيه كل حاجة عادي أنا جبت اللبس فلاني مش عارف صحيح عاملة إزاي كنت رايح النادي عملت كذا بس بلاش أخش في حتة فلوس تمام بلاش أخش في حتة يعني علاقة شخصية مع شخص آخر تمام يعني ما ينفعش تقولي مثلا لو حتة صاحبتك آه ده أنا كان بحب واحد اسمه كذا 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 والدنيا ماشا كذا بازت بازت خلينا نقوم من الأول بازت بقى خلال آه فعلا آه حاجة غريبة بازت الحتة دي بلاش حاجة أحكي عليها وتكمل أبدا أيوا يعني إيه أجد عالمي ليه حتى لو راجل آه ما ينفعش تقوله مثلا بحب واحدة كذا 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 بلاش حتى العلاقات العطفية أو الحب آه الشغل ده أنا مثلا بأبط في شغلي مش عارف كم ألف آه بلاش ما تعرفش حسد ده ولا غيرة ولا عنده ولا مشاكل ولا إيه ولا إيه ولا إيه عطلها حاجة كير قوي لكن أقول أنا بشتغل في الحتة فلانية ده جميل آه شغلي مثلا الحمد لله كويس شغلي كويس ولكن في بعض العيوب اللي هي فلانية كذا اللي هي العامة إحنا خلييني نتفق إن فيه فريم أهو ما نخشش في النقط اللي هو قوي اللي هي خاصة قوي يعني الفريم اللي هو عشان تبقى الصحبية دي يعني عشان أفضل صاحبتي دي سنين وتبقى علاقة محترمة وهدية أول حاجة ما كلمهاش عن فلوسي مثلا كلمهاش عن شغلي بقبط كام وبعمل إيه تاني حاجة لو أنا مرتبطة بشخص وفي علاقة حب ما يفقاش أحكي لها التفاصيل التفاصيل أيوه يعني يكفي بس أقول حتى لو هي كتأعز صحابي أقول إن أنا مرتبطة وربنا يسهل إن شاء الله